بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. اذا سوف نحاول نرى طريقة لكي نستطيع تيمز داخل الهاتف او على الهاتف الذكي او على اللوحة. يعني على الطابلت. سوف نحاول انا نمشي لديك بلاي ستور مثلا. ما كان فيك التالي شارجة فيه لزيارة. سوف نقلق. هنا بفضل مكان ديال البحث كتحاول انك تكتبت ما ميكروسوفت. ميكروسوفت نضغط على ميكروسوفت وكتكليك هنا على انستالي. نضغط على ميكروسوفت تيمز وكتكليك هنا على انستالي. انفاك نكليك على انستالي. الامر طبعا ياخذ واحد شوية ديال الوقت باش يتانستالي. الابليكاشون ما فيهاش بزيف ديال ميجا. كما تلاحظ تقريبا واحد واربعين ميجا. هي نفس طريقة ديال التالي شارجة باش نتالي شارجة لابليكاشون ديال تيمز. هي نفسها بل نسبة للمد او نسبة الاساسية. يعني اراكم بحال بحال. يعني امكاننا ان نتالي شارجة لابليكاشون بنفس طريقة. ننتظروا هريتما انها تشتغل. تطبيق ديال ميكروسوف تيمز على الهاتف. تطبيق سهل في الاستعمال. سهل جدا. يكفي انك تكون عارف طريقة باش تخدم بهذا الميكروسوف تيمز. عارف الاساساسيون اللي ممكن تخدم. وبإمكانك انك تشتغل بتيمز بكل سهولة. يعني ممكن تستغناء على الحاسوب. ولو ان الحاسوب كيكون فيه الاساساسيون اللي كيكونوا واضحين اكتر. بالنسبة للأشتاء هذا. بالنسبة للتلميذ يمكنك تشافيه فقط بالهاتف. لذا لاحظوا معي. هنا كما تلاحظوا راه تم. لاباك تم الانستاليشن. في الول درنا تلشارجمان. كما تلاحظوا في الاعلى راه ينستلل ذاك اللوجيسيال. ننتظروا على انه ينستلل اللوجيسيال. سنحاولوا اننا كما تلاحظوا يرسلنا ديراكتما. لانه هنا سنحاول اننا نضماري الابليكيشن. في الاسفل على اليمين كما تلاحظوا كتب اوفر. سنقلق على اوفر. هنا كنفتح لابليكيشن. اذا هنا. إذا لم يكن لديك الكونت ديالك تعليم فاعل. سنقوم بإنسكريفو gratuite ما هو اللوجي ينال تحت. اما إذا كان الكونت تعليم ديالك مفاعل كتبير كونكشن. نفس الشيء بالنسبة للتلميذة. إذا كان الكونت ديالك مفاعل كتبير كونكشن. اذا كتطلق الاعلى وكتبير الكونت ديالك مثلا التعليم. مثلا الكونت ديالك على شكل هذا. او اي كونت. اذا كتبير تعليم. وما. وكتبير كونكشن. اذا هنا كيرسلك باش تبير المطبس. لانك غادي تحاول انك تبير المطبس ديالك. لانك من بعد ما كتبير. لانك بعد ما كتبير المطبس كما كتلاحظو. كتحاول تكليك على سو كونكتي. جيد. لانك هنا يقول كونكشن انكور باشيونتي. لانك نحاول ان تصدره شوية مزيان. لانك هوا دخلنا. لانك تقرأ هاد الانوتيفكاشن اللي عاتك هنا. لانك تكليك على سويفان. سويفان. بعد كتكليك على اوكي. لانك بعد ما نكليك على اوكي. راح يكتب لانك تسمى الاسم ديالك بانجور. ووالا. لانك يحاول انه يبريبطاري. ويبيل لك اللي غروب اللي راك داخل فيهم مثلا. لان كما كتلاحظو عنا اكتيفيته بحال الشكل ديال الابليكاشن اللي كتكون على الحاسوب. لانك اكتيفيته اه كنورساشن. لزيكيب اللي داخل فيهم مثلا. او لزيكيب اللي عندك. لدوار مثلا اللي ممكن تدير. كالاندريه. لانك هذا اكشي اللي كنت تقريبا في الابليكاشن على او اللوجيسيل اللي كيكون على الحاجب. والطريقة ديال الاستعمال هي نفسها. امكاني مثلا كليك على ديالتروبون اللي كيكون في الاعلى. اذا انا لاحظو في الاعلى اليمين. ديالتروبون اللي كيني هنا في الاعلى اليمين. لا لاحظو كي يعطينا جيري لزيكيب. خيئي اونيكيب. يعني لو بريد ندخل واحد او نصاب واحد ايكيب جديدة. باركورير لزيكيب. برجواندر الاستعمال. هناك مجموعة من الاشياء. على الياسار كما تلاحظتك الاسعة الاسطار. هناك يعطيك الاسم الكوكيبي اللي يوجدك في الحاجب مثلا. او لا ممكن تضر او او واحد او 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 ألسطاو او لنخسر الاشتراكو. اذا لا تضع على البرامتراو. تضر السونة في الاسفل الارم. او تغيير البروفيل. او ترجع بالسهم اللي في الأعلى على الياسار. رجع الم making. انتemas لها او هذه. هناك مجموعة من الاشياء الشأن اللي كاين في الابليكاشن اللي كاين على الحاشب.